النهاردة انا هجرب معاك حاجة اول مرة في حياتي اجربها والحقيقة بقى لي فترة عايز اجرب الموضوع ده لكن ما كنتش خدت الخطوة دي والنهاردة اول مرة هنجرب القصة دي مع بعض وهتعيشوا معايا كده الموضوع لحظة بلحظة يعني وانا معرفش اي حاجة عن اللي انا جاي اتكلم عنه دلوقتي الحاجة اللي انا اول مرة جربها هي شراء الصندوق العشوائي او الميستري باكس وده باختصار بيكون عبارة عن شركة ما يعني انت بتقول لها انا عايزك تبعاتلي صندوق عشوائي في حاجات معينة في رنج فلوس كذا وبيكون في فئات من الصندوق ده يعني من اول خمسمية جنيه تقريبا والف والفين وخمسة وعشرة وهكذا والمفروض انهم يبعطوا لك بقى صندوق في محتويات انت مش عارف هي ايه لكن انت بتكون قيل لهم ايه اهتماماتك وبتحب ايه وغاوي ايه اكتر وكده شوية معلومات يعني وهم يختاروا بمزاجهم الحاجات دي ويبعطوها لك والمفروض ان محتويات الصندوق دي على كلامهم تكون ايمتها اعلى من الفئة اللي انت باختارها كمان يعني ساي مسلا انا دفعت الفين جنيه في الصندوق ده فالمفروض يجيلي فيه حاجات باكتر من الفين جنيه وكلها حاجات بقى ليه اعلاقة باهتماماتي اختراعات وتكنولوجيا وحاجات كده وبتاع لكنها طبعا ما عنديش اي فكرة اللي موجود جواه الصندوق ده وهنشوفه مع بعض فلو متحمس نجرب التجربة دي مع بعض كده على الهوى اتفرج معي على الفيديو ده اللي الاخر وقل لي برضو رائعك في الاخر في الكومنتات يلا بينا الصباح الخير ومسائل فلعك كل انا اندرو اديد استانى بقى اجيب الصندوق اللي لسه وصل من شوية ده عشان يعني نقوم بقى بعملية الانبوكسنج القواية دي مع بعض هنا الموضوع الكبير قوي بصراعك وتشو متخيل ان هو يبقى بالحجم ده مش عارف انتوا تشوفوني كده اصلا ولا لأ وطبعا في الزاوية دي الموضوع صعب شوية محتاجين نشيل الزرعاية دي مبدئيا ومحتاجين كمان نبعد شوية بالكادر فنرحب مع بعض يعني بالاوديو ريكوردر الناحية دي وهتلاقي استانداد بتتخبط وريموت التكييف والموبايل ويعني بقى شوية ورق كواليس كده طيب مبدئيا هذا هو البوكس وانت يعني لو فكرت في الموضوع ده بقى من منطلق يعني فلسافي شوية هتحس ان دي حاجة في منتقى البوكس بصراحة لان انت بتكلم حد تقوله لو سمحت هاتلي هدية وانا مبقاش عارف هي ايه وفاجئني وكده ويعني هقولك على شوية اهتمامات وهدفع لك تبانها كمان فيعني اللي انت شايفه ده يعني واحدة من اقوى الصور بتاعت ان الاهتمام بيتطلب لأ وبيجي لك لغاية باب البيت كمان بس انا قلت الموضوع فان يعني فاللا نجربه سوا لكن قبل ما نفتح البوكس ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش وتدوس على زرار الجرس عشان ما يفيدكش ايه فيديو او ما بينزل عطول مبدأين لو بصيت هنا هتلاقي مكتوب ايجيبت ميستري بوكس دي الشركة يعني اللي بتقدم الميستري بوكس دي او السنديل عشوية ده مش فيديو سبانسر دولة مدفوع انا يعني شاري هذا الشيء ودفع فلوسه بالكامل فيعني زي زيك بالضبط في هزي التجربة نجرب نفتح بقى ونشوف يعني ايه التجربة عاملة ازاي الموضوع يبقى معكر شوية عايزين سكينة وانا قيل لهم بقى نغوي تكنولوجيا واختراعات وكده فاتمنى يكونوا بعتين حاجات يعني كول كده وروشة هنكتشف زي ما قلتلك انا دفع الفين جنيه في هزي البوكس على امل ان هو يكون في حاجات بقى اقيم من كده ويعني حاجات روشة برضو هنشوف الفيديو ده طبعا مش متحضر له اي حاجة وانت ينهى ربي اضع على الكور البيضة ده انا هتنفخ علشان اقعد الام الفل اللي في الارض ده ده الواحده مجهود بالفين جنيه هدفعه جاهزين كيس رو كيس شبسي رو ماشي انا هقابل مشكلة كبيرة مع الفوم الكتير ده طيب زي ما انت شايف كده هو مفيش تقريبا ظاهر قدامك غير الفوم الكتير قوي المدور ده ده هيبقى مشكلة رهيبة في التنظيف وكيس شبسي يعني رو تمام بقى عشان ادعيت وكده المفروض مع ان المعلوماتك هو فيه نفس الصغرات اللي في الشبسي العادي يعني لو انت مهتم عندك كيس رو وعندك شوكولاتة فلوس هنا وشوكولاتة مورو هنا كمان حاجة في منتج التكنولوجيا والاختراعات بس يعني فيه حاجات كتير في انا متحمس الصراحة تعال نشوف اول حاجة كده جات في ايدي انا هحاول اخلي كل الانبوكسن جو الكرتونة دي عشان ما نبهدلش الدنيا زيادة انا عايز اقولك ده كان من الاختراعات اللي انا بفكر اجيبها اصلا ده بص زي ما انت شايف كده حاجة بلاستيك بتتركب على اي ازازة مثلا بتاعت حاجة سقعة وكده بتقلبها وتركب الحاجة البلاستيك دي من تحت وتشتغل كأنها حنفية يعني للازازة دي بشكل ما الحقيقة حاجة ليوشة جدا ومكرا اعمل علاقة فيديو صغير كده بفكر اشيل جناب الكرتونة دي ثانية كده احسن كدير مهم في زي ما قلتلك كده دي يعني حاجة كده حنفية معاها الدبوس ده لسبب ما انا مش فاهمه الصراحة وزي ما قلتلك هابي وشكلها كده بتحطها الترابيزة وتحط الازازة هنا على وص كده تلفها والمفروض بالجزء ده بقى تبتلشتغل كأنها حنفية او ديسبنسر وتنزل يعني المشروب في كوباية او حاجة هجربها يعني بس فكرتها حلو نشوف الاختراع التاني اوكي ايه شكلها نضارة كده او حاجة ايه بقى دي نضارة بتلبسها فوق النضارة العادية وبتديك يعني مية في المية حماية من او يعني الاشاع فوق البنفسجية مش قادر افهم اول موضوع بصراحة ايه الكلام يشكلها روش بغض النظر عن اي حاجة دور اتنين كمان واحدة على الصفر واحدة على اسود اوبا ماشي الاختراع اللي بعده يا ترى انت ايه يا ترى انت ايه ده حاجة مكتوب بالروس كده ده غالبا او يعني بازل مجسم او لا مش بازل مجسم ده ده الالم اللي بيطبع حاجات كده وبتفضل ثابتة في الهوى كده عشان تعمل يعني حاجات 3D او حاجات مجسمة كان عندي واحد على فكرة من فترة كنت نعمل عليه فيديو وبعدين معرفتش استخدمه او فاسبته هو طبعا مش عارف اقرأ ايه المكتوب اوي غير كلمة 3D لان البيع كله بالروسي تقريبا فيعني ايه ممكن نكتشف كده بالتجربة اه دول بقى اللي ايه يعني اللي انت بتملى بيهم الالم علشان تطبع بيهم او بيسياحهم علشان يبتدي يعني بيهم اشكال وادي الالم نفسه وكابل اليو اس بي اللي بتستخدمه علشان توصله في الكهرباء او تشحنه افتكر ان هو لازم يبقى متوصل في الكهرباء في الجزء اللي هنا ده علشان الجزء التاني ده بتبتدي بقى تحط الاشياء دي او يعني الخيوط النشفة البلاستيكية دي علشان تبتدي بقى تسياحها وتعمل اشكال وده اعتقد هولدر كده عشان تسيبه محطوط كده علشان يعني ايه ستاند يعني ابتدي يعني يعني المانيول كله بالروسي كمان انا مش فاهم هم بعتين لي ده على اساس ان انا عميل سري بس شايف يعني انت ممكن تعمل حاجات مجسمة شكله اعمل ازاي كده بالخيوط البلاستيكية دي يعني هو باختصار حاجة انت بتحط الخيط البلاستيك كده من ورا وبعد انت بتدوس في بتنزل الخيط ده بقى سايح شوية من القلم بس مجرد ان هو يلمس الهوا ثانية او ثانيتين يرجع ينشف تاني في الوضعية الجديدة بتاعته فتقدر تعمل اشكال مجسمة انا محتاجة اجرب يعني الشيء ده ولو اشتغل ممكن اعملكوا عليه فيديو برده بس فكرة حالوة شكرا على الافكار يا شباب الميستري بوكس اللي بعده موضوع الكور ده صعب قوي قوي يا جماعة يعني اتمنى ان يعني ما تكتروش فيهم فيما بعد لان هي يعني بتبهدل الدنيا يا جامد قوي بسراحة اه انا عارف الشيء ده برده ده بقى سيدي غالبا عبارة عن ساعة كده بتحطها جنبك وانت نايم لكن ممكن تسقط الساعة دي على الساقف بقى والدنيا ظلمة كده بشكل روش يعني يعني الخامات على قدها سيكا بس الفكرة يعني موجودة ولا الايفون 15 دي اهل حاجة في الاختراع كده خلاص انا مرضي زي ما قلتلك انت بتحط البطاريات بتاعتك هنا كده وتثبتها على ان هي ساعة عادي جدا هتطلع لك هنا لكن الجديد بقى ان الجزء ده بيعمل زي بروجيكتر على الساقف عشان يطلع لك الساعة دي على الساقف كده وانت نايم بحيث ان انت بس تفتح عينك في الضلمة تشوف كده في الساقف الساعة كام وخلاص بتعملش اضاءة جامدة كمان فلطيفة اجربها برضو لو لقيتها يعني مستهل نعمل عليها فيديو ممكن ابقامل عليها فيديو جامد اللي بعده بس الحقيقة احب حي الشخص اللي كان مسؤول عن اختيار الهدايا دي لان هو اكيد دخل وبصر يعني مهتم بايه والاختراعات اللي بتكلم معنا هي شكلها ايه وحاجات كده وبتدي ناقي حاجات متمشة جدا مع الدماغ دي فبصراحة برافو عليك كفاية كور كفاية كور انا عارف ايه ده ده بقى يا معلم عبار عن جهاز انت بتحطه في الفيشة علشان يطفش الفران والحشرات والحاجات دي يعني ان شاء الله بناحتاجوش بس يعني نعارفه استخدمته كتير والحيان هو فعال بدرجة بشوحشة خالب هو اخو اللي عندي زي انت شايف هو شكله عامل كده بيطلع موجات صوتية كده معينة انت شخصيا ما بتسمعاش بس الفران والحشرات بتسمعها وتضيقها فبتطفشها بتحتاج ان انت دايما تكون موصله في الكهرباء بالادابتر اللي جاي معاه ده وتسيبه في اي ركن كده عندك في الصالة ولا حاجة وتأكد ان هو هيطفش الفران والحاجات دي بشكل كوي اللي بعد انت عارف مشكلة الكور دي كمان ان انا عمالة حاول اوقعها باي شكل فبتعمل شحنات كده كهربائية مغناطيسية فتقوم مسكة زيادة وتبتطير وترجع تاني تمسك في ايدي وفي البتاع موضوع صعب اوي اوه اوكي مش ده فيها ال سي دي كمان دي بقى يا صديقي حاجة بتلبسها كده يعني علشان ما تبقاش مقتب يعني عارف كل شوية كبير ما تبقاعد مقتب هيتفكرك ان انت تبقاعد فرد ظهرك كده يعني ويعني شامخ كده وانت يعني مفروض ان انت بتلبسها تحت الهدوم وانا مش عارف الصراحة يا بتفكرك ازاي اتمنى ما تكونش بتكهرب مسلا بس يعني هيا المفروض ان هي بتفكرك يعني هو معاها وصلة يو اس بي فانا ابتديت اقلق بص دي ايه دي ابل بتفايبريت كده بتعمل غالبا اول ما تقتب تعمل فتقوم يعني عادل ظهرك لو بعد كده ما تيجي تقتب تاني تروح املا فيعني طول ما هي على قد في الظهر مش كهربة فتمام يعني هجربها لو حاسيت ان هي برضو فعالة اوي هقول اللي بعد اوبا دخلنا بقى في السماعات طيب مبدئا هي المفروض شبه الاربودز ماكس يعني بتاعت ابل يعني هو مباشر اوي عندك وصلة يو اس بي تايب سي والسماعة نفسها يعني حاجة بصراحة يعني هي مش حلوة صراحة ده لميعة اوي كده وبص من جوا كده الدنيا حاليتها صعبة اوي ده غير ناية خفيفة جدا والمفروض ان يعني بيبقى فيه هنا بقى جزء كده طري شوية ومريح في راسك مفيش بقى ده بلاستيك تماما انا مش متفاقل بص اصلا زرائر لميع ازاي يعني حاجة لعب اطفال خالص ايه ده ايه ده ايه ده بص بص مفكوك ازاي بص هنا كمان يعني مش حاسنا عايز اجرب بصراحة اممان برضو لو جربتها وطلعت كويسة ممكن ابقى ازالها لك في ستوري كده تشوف اللي بعده المشكلة انها مش عارفهم حاجات قد ايه بس هم كتير بصراحة الحلبة دي شكلها شيك شوية قبط ده حاجة تومي هيلفجر يعني واخر شي هيك يعني اشك انها تبقى اصلي في وسط كل الهدايا اللي كلها على بعض بألفين جنيه بس تعال نشوف دي ايه ممكن تطلع على نضارة شمس مثلا اه شكلها نضارة ايه اوكي نضارة فعلا يعني شكلها لطيف اشك طبعا انها اوريجنل لان الفنت والحاجات دي مش مكتوبة يعني بشكل لطيف قوي بس شغالة يعني شبه النضارات اللي في الاول اللي هي بتحمي من قشعة الشمس دي ايه رأيك في الرواشة حاجة من البلاك خالص ماشي يا سيدي شكر تعال نشوف اللي بعده ده برضو تومي هيلفجر ده يعني واخدين التوكيل كور 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 بصت انا بسجل دلوقتي بقى لي اربعة واربعين دقيقة في الفيديو ده تلت ارباعهم بالم الكور عندنا ايه بقى هنا او نايس يعني برضو الباكتجنج زعلان شوية بس الساعة نفسها شكلها شيك ايه رأيك لذيذي ان الحاجات دي يعني مش عارف هعمل فيها ايه كلها بصراحة ممكن حاجات منها تطلع جيفا و ايه على فكرة فلو حابين حاجات زي كده اكتبوا لي برضو في الكومانتز اللي بعده تيمبرلاند ده احنا يعني فتحين محل ازياء دي شكلها محفظة بس يعني انا غالبا ان اقيت على الراجل في حتة الاهتمام بالتكنولوجيا والاختراعات وابتدى يشوف بقى ان انا فاشون بلوجر محفظة اه زي مولتلك بس شكلها شيك برضو الحقيق يعني هي بس بتلزق شوية من هنا مش عارف ليه بس لطيفة رحيتها غريبة شوية اللي بعده دي لذيذة بقى دي اختراع صغير قوي كده بس الشكل في فكرة حلو كور 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 دي بقى مكتوب لك يعني هي غالبا اه زي شماعة او علاقة على شكل اباجورة اه بس انا كنت فاكرة حاجة ثانية السرعة لا يعني دي عبارة عن ستيكر كده بتتلزق من هنا على حيطة او دولاب بقى كده بتعلق عليها الجزء ده وتبتلت تستخدم الحتة دي كده على ان هي تكون شماعة تعلق عليها اي حاجة هنا كده تبقى كده على شكل اباجورة الاحياء كنت فاكرة ان هي بتنور فعلا نرجع ان هي مش اختراع مبهر او ايه اللي بعده دي حاجة حاجة بها كبير شوية بقى فطموحاتي كمان كبير لا 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 مش ناقص مطورة كور اه دي ريوشة بقى دي بقى زي ما انت شايف مكتوب يعني دي حاجة انت بتعلق عليها الاميس او التيشرت او اي حاجة وهو يبتدي نشفها بقى من نفسها لو هي من اديها شوية هنطرين مراوح اللي في الشماعة دي ده على قد ما انا فاهم يعني ده كده قلب الشماعة في الاغلب يعني وده بقى بق الشماعة غالبا وده مش عاية ديل الشماعة مثلا وده دراعات الشماعة وده بقيت الشماعة بالمنظر ده كده والنحة التانية بتحطها في الفيشة دول بقى انا مش عارب يعملوا بقى بصراحة اه فهمت دول بقى ممكن يتركبوا بدل الدراعات دي علشان لو انت عايز تنشف شوز او جزمة ساعتها بقى تروح حاطت دول مكان الدراعات وفي الحالة دي بقى تليقهم بيمطوا كده علشان يبقوا موجهين ويعني يواخدين طريقهم لغاية الجزمة داخل خالص حالوة دي ممكن اجربها ويبقى عليها فيديو تاني هانت ولا ايه هانت ده ممكن يبقى اطول فيديو صورته لغاية دلوقتي سبعة وخمسين دقيقة بسبب الكور الصغير بس الحقيقة احنا وصلنا لغاية اخر هداية معانا النهاردة من ضمن الاختراعات هتمنى تبقى حاجة لطيفة كده تعالوا نشوف سوا ايه معلم ده فور بيوت مش بيوتي حتى يعني ده الاستخدام المنزلي يعني هو انا شعري تقول شوية وبقى لي كتير محلقتش بس مش لدرجة ان انتو يعني تبعتولي مشت كهربائي يعني بيقولك بقى عشان تظبط الفورمة بقى ومعرفش ايه وتعمل ايه علشان يعني تظبط التسريحة مش عارف بصراحة يعني غالبا انا يا حاج بحطها في الفيشة فبتسخن شوية جزء الازرق ده بيتسخن فيعني ما بتيجي تصرح شعرك تكون العملية اسهل شوية حاجة يعني اشبه بالبيبي ليس يعني او مكوت الشعر بس يعني ده جايز يكون الاصدار الرجالي بتاعها ولو اني اشك برضو لكن يعني غالبا مش هعرف اقولك رأي فيها ايه وكانوا بخلصنا الهدايا بتاعة الميستري بوكس او السندوق العشوائي كم حاجة بقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر حاجة يعني منهم حاجات حلوة وروشة واختراعات ومنهم حاجات يعني مش قوي بس يعني انا افتكر ان الاجمالي بتاع قيمة الحاجات دي معادي الالفين جنيه فعلا في تلاتاشر حاجة فلطيف وصير اكبر من فكرة الهدايا نفسها عاملة ازاي بس التجربة نفسها باستثناء جزء الكور الفلين المبهدلة الدنيا دي تجربة لازيزة كده وفن فاقلت اجرب يعني اعيش هذه التجربة معاكم لو عجبتكم الفكرة دي ممكن نقررها تاني جايز في صندوق اكبر شوية بس انبه عليهم من غير كور وممكن نعمل موضوع ده يعني ونجربه ونفتحه سوا كده تاني مع بعض وبس كده دي كانت تجربة اول مرة اتجرب الصندوق العشوائي لو عجبك الفيديو تنساش لايك الفيديو وتشترك في القناة تنساش تتابعني على انستجرام وتيك توك لفيديوهات قصيرة لطيفة وستوريز لحياتي اليومية ولو عندك سؤال فا اي حاجة وافكر للفيديوهات تحب تشوفها اكتبالي كلها في الكومنتس وانهارك كومنتات كلها واشوفك في الفيديوهات الجاية سلام